السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا على يوم الثلاثاء 23 نيسان إبريل القمر اليوم موجود في برج الميزان لغاية ساعات العصر وبعدها بده ينتقل لبرج العقرب القمر الآن زي ما حكينا هو بالميزان لغاية الساعة 3.19 دقيقة عصرا من عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت جرينيتش بعدها بده ينتقل لبرج العقرب ورح يظل موجود في برج العقرب لغاية الساعة 1.37 دقيقة فجر يوم الجمعة القمر الآن موجود في منزلة الزباني وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 6.49 دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الإكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد يعني طول اليوم رح يكون موجود في منزلة الزبانية القمر الآن بما أنه موجود في برج الميزان معناته هو هذا أفضل وقت عاطفي لتقوية الرابط العاطفي لعلاقة مع الحبيب أو لتحسين العلاقة الزوجية اللي شهدت بعض التوتر في الفترة الماضية منكون نشطين أكثر اجتماعيا ومن ميلة الاسترخاء والتأمل وبيكون الحب والرومانسي واضح بين العشاق ولكن الغيرة يعني يمكن أنها تلعب دور في علاقة جديدة أو علاقة فيها بعض التوتر خلال هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية ويمكننا تنفيذ مشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفلة أو عادة ترتيب أو تزيين أو ديكور المنزل أو المكتب أو شراء شيء جميل ومميز القمر طبعا إحنا ذكرنا في حلقة الأمس أنه خلو المسار بيبدأ ساعة 11.23 دقيقة من مساء يوم الاثنين بتوقيت جرينيتش وبيستمر لغاية الساعة 3.19 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 3.19 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش القمر خلاص بنتقل وبيستقر في برج العقرب عشان هيك من بعد ساعات العصر ما بنعرف الحل الوسط لا في تصرفاتنا ولا في علاقاتنا يا منحب يا بنكره يا بنقرب يا بنبعد يا بنتواصل مع الغير يا بنقطع العلاقات بيلعب الجنس دور مهم في حياتنا إحنا بحاجة للتحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد وخاصة الأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل أو ضغط عاطفي يعني يمكن أنهم ينفجروا في أي مواجهة أو من أي كلمة أو انتقاد في من حولهم يمكن الاهتمام فيما يتعلق بشركات التأمين أو الضريبة أو البنوك أو قراءة رواية أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار مهم أو مثلا شراء أو استئجار منزل بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو هذه الزاوية رح تكون الساعة 7 و 26 دقيقة مساء ابتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين من من حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة ابتتوجه اهتماماتنا أيضا للأمور الخفية والغامضة وبتقوي من شهوانيتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية طبعا يعني تعتبر هي اكتمال القمر بدر رح يكتمل الساعة 11 و 48 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بيخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين تجعلنا قلقين متشائمين متقلبين وبتزيد من الصعوبات مع الجنس الآخر بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية طبعا اليوم اكتمال قمر يعني ما مننصح بالعمليات الجراحية إلا إذا كانت الطرارية وخاصة هاي الأعضاء باقي الأعضاء اللي ما منذكرها يعني بتكون أخف ضغطا ولكن هاي الأعضاء أنا ما بنصح إجراء العمليات الجراحية لإلها طبعا عندنا الكلة والحالب والمثانة البولية والأوردة والجلد كعضل اللمس والبنكرياس والأنسلين أسفل الظهر والزائد الدودية هاي طبعا من الآن وحتى ساعات العصر أما من ساعات العصر وما بعد بصير عندنا الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج، الإحليل، الغدد التناسلية، المبايد، لبروستاتا، عظم العانة والجينات طبعا زي ما حكينا أنه ما مننصح بالعمليات الجراحية لأنه مراحل اكتمال القمر ولكنها فترة جيدة للأشخاص اللي بحبوا يعملوا حجاما هاي الفترة أيضا غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد لا بالليزر ولا بالطرق التقليدية وخصوصا لغاية ساعات العصر للطرق التقليدية بعد ساعات العصر ما فيه أي مشكلة يصلح لقص الشعر التجميلي ولكنه لا يصلح للصبغ إلى غاية ساعات العصر بعد ساعات العصر ما فيه مشكلة ولكنه يصلح للحنة للي بيستخدم الحنة ولا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه رح ينتقل لبرج العقرب خلو المسار القادم بيبدأ تمام الساعة 11 و 16 دقيقة مساء يوم الخميس بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى فجر يوم الجمعة يعني الساعة 31 و 37 دقيقة فجرا لا يستقر القمر بعدها في برج القوس أما بالنسبة لعمر القمر اليوم طبعا الآن هو عمره 15 يوم تمام الساعة 53 و 54 دقيقة عصرا بيصير منبلش بال 16 يوم اليوم 16 بالنسبة للإضاءة 100% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم 25 منتحس بنسبة 10% القمر في الميزان ورح ينتقل للعقرب ورح يظل في العقرب ليوم 26 أربعة منتحس بنسبة 40% الآن ساعات الصباح منتحس بنسبة 10% ساعات المساء سعيد بنسبة 15% عطارد في الحمل بيتراجع حتى يوم 25 أربعة سعيد بنسبة 30% الزهرة في الحمل حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 15% المريخ في الحوت حتى يوم 34 منتحس بنسبة 40% المشتري في الثور حتى يوم 25 خمسة منتحس بنسبة 25% زحل في الحوت حتى يوم 29 ستة سعيد الآن بنسبة 15% في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 30% أورانوس في الثور حتى يوم 29 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 27 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 2 خمسة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بيتركز اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم من الآن وحتى ساعات العصر ولكن إذا تعرضت لاستفزاز ما ترد عليه باستفزاز آخر حاول أنك تضبط عصابك لمصلحتك ممكن يعترض طريقك ضرف صعب أو تضطر لإخفاء سر أو تقديم بعض التنازلات أما من ساعات العصر وما بعد بتنهمك في أعادة تنظيم أموركم الأمور المالية أهمش أنه ما تهملوا صحتكم تصبح لأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معكم وبتلاقي أعمالك صدى طيب أهمش أنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذار برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً بتكونوا تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وحاولوا أنكم تبادروا الأعمال جديد من الآن وحتى ساعات العصر باكروا لعملكم ولا تسمحوا للواجبات بالتراكم ولا تهملوا وضعكم الصحي أيضاً أو المهني ونظم جدول أعمالك أما من ساعات العصر وما بعد بترغبوا في تعزيز شراكاتكم بتتعقد الأمور وبتطرأ بعض البلبلة عالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاذر القطيعة والدعاوى القانونية لأنه خصمك قوي والعرقي لبتستفزك برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعاً من الآن وحتى ساعات العصر بوسعكم قضاء وقت ممتع مع أحباكم وممكن تفرح لانفراج أو مسألة ضاغطة فترة جيد منعشة للعلاقات والتحالفات ولكن بدك تحاذر من المتاعب والوعكات الصحية وأيضاً حاول أنك ما تفرض سيطرتك على أحبائك أما من ساعات العصر وما بعد بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي حاذر أيضاً من المشاكل الصحية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً بدكوا تتجنبوا إدخال أي تغيير على مسكنكم أو شراء قطعة أثاث للبيت من الآن وحتى ساعات العصر ولا تسمحوا لنفسكم أو لأنفسكم بالإنجراف وراء انفعالاتكم أي بتنشغل بحل مسألة شخصية أو ربما تقلق حول أحد الأحبة أما من ساعات العصر وما بعد بتشتد رابتكم في التقرب من أحبائكم والتفاهم معهم وبتفيدك الاتصالات واللقاءات لطف الأجواء واعد العلاقات لطبيعتها بتنال ما بترغب اليوم وبتنتصر على كل الاعتبارات وممكن تحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد اللي بده يتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضود لأنها فترة خلوم مسار من الآن وحتى ساعة العصر رغم أنها اليوم بتتسارع وتيرت الحياة وتكثر عندك الاتصالات والتحركات وبكون فيها بعض الإجابية ولكن لا تعتمد على الحضود أما من ساعات العصر وما بعد بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية وبوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة اتجنبوا توبيخ الأحبة أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا من الآن وحتى ساعات العصر بدكوا تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة وحاول أنك يعني لا ترضى التعامل مع المبهمات والمجهولات يعني بدك الأمور الواضحة جدا هي اللي بتتحرك باتجاهها اطلب الوضوح ولا سيما التفاصيل وساوم وفاوض لاسترداد حقوقك وحاول أنك ما تعتمد على أي شخص ممكن يغرر فيك ماليا أما من ساعات العصر وما بعد بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار وبتكثر النشاطات وبتكون لكم لقاءات عديدة وباستطاعتكم الدفاع عن حقكم والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفكم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتظل ثقتكم بأنفسكم كبير وبعمكم النشاط من الآن حتى ساعات العصر وبتكونوا نشطين ومتحمسين وبتقوى على الصعاب وبتكون قادر على حسم الأمور وممكن أنك تبدأ صفحة مهنية أو اجتماعية أو شخصية مهمة جدا وبتنطلق بعزيمة ولكن تقلبات المزاج ممكن تأثر عليك أما من ساعات العصر وما بعد بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أهمش أنه ما تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب أهم وبرضو لا تبالغ بمصاريفك كون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة فممكن تهتم لأمور مالية أو استشفائية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بيظل التعب مسيطر عليكم لليوم الثالث على التوالي لغاية ساعات العصر طبعا حاول أنك ما تقحم نفسك بأعمال صعبة ومعقدة لأنه جو فارغ من أي حسم أو أمل ولا تحسم أمر وحاول أنك ما تكون بطل بناسبك العمل الروتيني ممكن يطرق تغيير للأفضل عليك من ساعات العصر وما بعد لأنه القمر بوصل عندك فبتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تهديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً بتنشطوه بين الأصدقاء أهم شيء أنك ما تعمل وحيد بل شارك وساعد وتعاون مع الغير لتحقيق النجاح المطلوب ممكن تفرح بوجود أحد الأصحاب أو ترفع عن نفسك في لقاء ودي غير منتظر ولكن ببدأ الضغط عليك من ساعات الظهر تقريباً فحاول أنه ما تتحسس من أي تصرف من أي شخص من اللي أنت بتعرفهم من ساعات العصر وما بعد بتكن تنتبهوا أكثر لصحتكم لأنه القمر بوصل لبيت المتاعب ولا توقعوا على عقد وما تبدأوا عمل جديد لأنها فترة فارغة من الحظ حلوا للأمور بهدوء وابتعدوا عن الأضواء ولا تقرروا على شيء عشان ما تخيب آمالكم وحاذروا من البلبلة والالتباسات برج الجدي بالنسبة لما أوليد برج الجدي طبعاً من الآن وحتى ساعات العصر بتكونوا تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وما تبادروا لأي عمل جديد وضف طاقتك كرر المحاولات السابقة وصحح أخطائك وابحث عن الدعم وما تضعف ممكن تثور لبعض الشروط أو لبعض الاعتبارات حاول تضبط أعصابك لا أبرضو حاذر من إثارة العدوات أما من ساعات العصر وما بعد ممكن أنك تلتقوا لأصدقاء أو ممكن يتوجهلك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة بادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالكم لأن اليوم تجدوا حليف يدعم تصوراتكم ولا تستسلموا بل كرروا المحاولات برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو على سمعتكم ومصالحكم اللي اجتماعية ممكن تقضعوا لعدة تجارب مهمة أهم مش إنه ما تضعفوا وما تجازفوا بسمعتكم حاولوا إنك تقوموا بواجباتكم على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً بدكوا تتجنبوا أي شراكة مالية من الآن وحتى ساعات العصر وحاولوا إنكوا تتفحصوا حساباتكم المشتركة بتطالعك فترة مربكة بعض الشيء وحاول يعني لأنه ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية أو شيء بيتعلق بمستند أو ملف بدك تكون متيقض وبرضو بدك تحذر من النصابين والمحتالين ممكن بعض المشاكل إنها تيجي بحاجة لتسوية أكثر وإحرص على توضيح أي سوء التفاهم أما من ساعات العصر وما بعد بتنشغله في مسائل تتعلق بالسفر أو الاتصالات البعيدة وبصير يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة أو تناقش بقوة وذكاء وتتجرأ على رفض أي شيء ما بناسبك أم مش إنك ما تخش شيء بل ثق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لخوض تجربة جديدة أيضا هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر